وأحمد خالد توفيق كتبه الأكثر مبيعا شبه جيله كمان شبه جيله يعني هو يعني أنت طرحت نقطة مهمة قوي أنه ليه نجح لفيل الأزرق ولين نجح لروايات أحمد خالد توفيق لأنها شبه جيلها وبيخاطب الجيل اللي موجود الحالي وده مؤشر كويس أنه ممكن الأفلام اللي امتاخد عن روايات تنجح لو توظفت صح ولو كانت أفكارها أفكار معصرة يعني الجمهور زوقه بيختلف من وقت للتاني مش هقدر أقدم له السلسية دلوقتي مثلا ولو أنها من الأعمال الخالدة لكن هو هشوف الكاركتر هشوف اللبس هشوف التصرفات ممكن ما يمشيش مع موده وتطور فكره وآخره إنما قدر أحمد مراد وقدر أحمد خالد توفيق أن هم يخطبوا هذا الجيل وبالتالي رواياتهم مش بس حققت مبيعات فيه ككتب لكن ونجحت لكن هي نجحت بإبهار كبير وإنتاج زي ما أنت قلت يتغلبوا عليه ساخي وإن كان تأثيرها تأثيرها في وجدان السينما المصرية وتاريخها مش زي الأفلام اللي قدمت عن روايات لكبار وده بقى في أسهور سابقة يعني أنا عاوز كمان أشير لي الأسكندراني مثلا يعني أنا محسيتش إن ده متاخد عن رواية يعني الفيلم معظمه أكشن معظمه إفهات طبعا فيه مورال كويس يعني أننا يعني الأصالة محدش يقدر يهدها ولا يهدمها وإسكندرية هتبقى أصيلة وإلى آخر لكن هو غازل السوق يعني ما حسيتش إنه الفيلم ده وراء فكر وجملة وصمأ أنا وراء كاشا وإن كنت طبعا فيه مكاسب أخرى اللي هو قدمنا يعني أحمد العود دخل مرحلة أخرى بإنه يقدر يتحمل مسؤولية بطولة سينمائية ولآخر بس أنا حاسس برضو إنه فهذا العمل رغم أنه متاخد عن عمل أدبي لأنه برضو ما كانش فيه العمق المنتظر لفيلم متاخد عن رؤية أدبية أو يمكن أنا عندي الرصيد الأديم والتراث موجود عن مال بيطاردنا طول الوقت إن أنا لما هشوف عمل عن فيلم أدبي فيلم عن عمل أدبي على طول هرجع بالذاكرة هشوفه إزاي فالكتاب الجدد كتاب موهوبين جدا في الرواية مش في السينما نقدر نستفيد بأفكارهم ونحولها الأفلام لأن نفس السينما المصرية ترجع تاني تبقى زو قيمة أكتر من 43 فيلم تقدموا في 23 ما قدرت شوقها فيغيرة عند نموذج أو اتنين وحتى النموذج أو اتنين اللي هو زي وش فوش أو فوي فوي ما قدروش نفسه في منافسات كبيرة برا وتغلبت علينا المغرب وتونس وإلى آخر أرجو أن هما زي مدعاء قالت فوي فوي أعتقد خرج من المنافسات خرج من المنافسات لازم ما يخشش أصلا بصي أنا شعرت بالغيرة شوية ولو أنا شفت الفيلمين برا مصر اللي هو الفيلم التونسي بنات ألفة والمغربي كدبه أبيض فيلمين معمولين كويس أوي وعلى فكرة الاتنين ماشيين في مود وصائقي يعني الاتنين دي تجربة ذاتية بنات ألفة أعتقد الإرهاب لا بس برضو تجربة ذاتية الست بتحكي عن بنتينها اللي اتخذوا في طيار الإرهاب والتاني كدبه أبيض لأسماء المدير المغربي بترجع لعائلتها وتسجل معهم وبالتالي التسجيل ده بيرصد واقع وطن في خلال حجبة من السنوات أوصد أقول أنا حسيت بالغيرة أنه السينما المصرية بهذا الكم اللي بترى أن تعيش تاني ما قدرناش نعمل أفلام فيها العمق وفيها القضية وفيها الفكرة وفيها البساطة وفيها الفن اللي نقدر نتحط فيه في المحافل الدولية ونقاط العالم يكتبوا علينا